واشنطن تؤكد تشديد العقوبات على إيران وطهران تحاول إيجاد منافذ لتخفيف الضغوط عنها المبعوث الأمريكي الخاص إلى إيران براين هوك يؤكد في مقابلة مع سكاي نيوز عربية أن العقوبات والقرارات الدولية تحد من قدرات إيران لنستمع أولا إلى مواقف المبعوث الأمريكي الخاص إلى إيران براين هوك التي أدل بها سكاي نيوز عربية بشأن قرار حضر السلاح الذي فرض على طهران والحد من قدراتها العسكرية قرار حضر السلاح على إيران استطاع أن يحد من قدراتها العسكرية ولكن عندما ينتهي قرار حضر السلاح ستبدأ إيران في نقل الأسلحة في وضح النهار بعدما كانوا ينقلونها في جنح الظلام إذا لم تكن هناك قيود على طهران ستتمادى في نقل الأسلحة من المهم جدا لمجلس الأمن وخاصة الأعضاء الدائمين مثل روسيا والصين أن يستمعوا لما تطالب به دول المنطقة يجب أن يتم تمديد قرار حضر الأسلحة على إيران تقرير الأمم المتحدة حول اليمن سينشر قريبا جدا التقرير خالص إلى أن الأسلحة التي اعترضت وهي في طريقها إلى اليمن هي صواريخ إيرانية المنشأ الصواريخ التي استعملت لمهاجمة السعودية هي صواريخ إيرانية المنشأ كل هذه تعد انتهاكات لقرار حضر الأسلحة على إيران يجب أن ندرك جميعا أن لإيران دورا فعالا في دعم الحوثيين هذا ما يفعله النظام الإيراني حين ترى طهران نزاعا في أي منطقة تتسلل إليه وتدرب وتسلح الميليشيات وكل هذا على حساب مصالحنا الأمنية في المنطقة ومصالح حلفائنا وشركائنا الولايات المتحدة جربت رفع العقوبات وفق الاتفاق النووي مع إيران والنظام الإيراني استعمل الاتفاق النووي كغطاء لبدء السيطرة على العديد من العواصم في الشرق الأوسط أتذكر في العام 2014 كان مسؤول إيراني يتبجح بأنهم يسيطرون على أربع عواصم عربية إذن ليس هناك شك بأنه بعد الثلاث أو الثلاث سنوات والنصف الماضية من تطبيق استراتيجيتنا لا يمكن لإيران أن تدعي هذا للدعاء لقد خفضنا استعراض إيران لقوتها كما خفضنا من تمويلها للإرهاب كما عرقلنا وأنهينا العديد من عملياتها سينضم إلينا الآن بعد قليل من واشنطن الدبلوماسي الأمريكي السابق ريتشارد شمايرر ومعنا من طهران الخبير في الشؤون الإيرانية دكتور محمد صالح صدقيان دكتور صدقيان مساء الخير مرحبا بك معنا من جديد في غرفة الأخبار الآن نحن بانتظار شهر أكتوبر لمعرفة ما إذا كان هذا الحاضر سيمدد العمل به أم لا الولايات المتحدة كما تعلم جيدا تدفع بهذا الاتجاه حلفاء إيران في مجلس الأمن هل سيسمحون بذلك أم لا نتحدث هنا روسيا والصين تحديدا بسم الله الرحمن الرحيم تحية لك أستاذ مهند وإلى مشاهدي قناة سكاين نيوز عربية أنا أعتقد بأن المسار الذي سارت عليه الولايات المتحدة والحكومة الأمريكية الحالية لمجلس الأمن أعتقد بأنه مسار يعني غير معبد بالزهور وبالتالي هناك الكثير من المشاكل القانونية أمام طرح طرح مسودة قانون لتمديد حضر السلاح على إيران بناء على القرار 2231 الذي احتضن الاتفاق النووي المواقع والذي توصلت إليه إيران مع مجموعة خمسة زائد واحد لسبب بسيط جدا هو أن الولايات المتحدة هي الآن ليست عضوة في مجموعة خمسة زائد واحد وكلنا يعلم بأن الحكومة الأمريكية وكما رأيناه على شاشات التلفزيون عندما وقع الرئيس ترامب بقرار الانسحاب من الاتفاق النووي وبالتالي عندما انسحبت الولايات المتحدة من هذا الاتفاق لا يمكن لها أن تستند على الاتفاق باعتبارها عضوة في هذا الاتفاق ماشي دكتور ستخيام ولكن هذا الحضر هو حضر على حصول إيران على السلاح بغض النظر على مسألة الخمسة زائد واحد الخمسة زائد واحد مسألة أخرى يعني مسألة المجتمع الدولي فرض هذا الحضر على إيران عام 2010 قبل الاتفاق خمسة زائد واحد وبالتالي هناك رغبة في عدم حصول إيران على السلاح بغض النظر كانت ضمن الخمسة زائد واحد أم لا ما رأيك في ذلك؟ يعني لا يوجد هناك حضر على تصدير السلاح الإيراني أو توريد السلاح الإيراني إلى إيران لأن القرارات التي كانت قبل 2231 ألغيت ألغيت ستة قرارات وصدر بموجب الاتفاق النووي صدر قرار جديد وهو 2231 2231 هو أمهل إيران إلى شهر أكتوبر 2020 بعدم تمكنها من استيراد أي سلاح هذا هو هذا القرار 2231 الآن الحكومة الأمريكية تقول بأن شهر أكتوبر هو هذا حد فاصل وبالتالي الآن الحكومة الأمريكية عندما تريد أن تقدم سودة قرار تستند على القرار 2231 وبالتالي هناك المشكلة القانونية لازالت قائمة حتى أن الحكومة الأمريكية قالت بأنها إذا لم تستطع أو لم توفق بطرح مثل هذا القانون على مجلس الأمن الدولي لإعتبارات قانونية أولاً ولربما هناك فيتو من قبل روسيا والصين ثانياً هناك إجراء آخر سوف تقوم به وهو اللجوء إلى منظمة اليوم المتحدة بمعنى أن الحكومة الأمريكية تعلم بأن هذا المسار هو مسار غير مضمون وبالتالي هو غير قانوني ولا يسند على شرعية دولية أو قانون دولي صادر من مجلس الأمن الدولي المشكلة في هذه المسألة دكتور صدقيان هو أن هذا الحضر الذي ينتهي في شهر أكتوبر كان حالة دون حصول إيران على السلاح ولكنه لم يمنع إيران من تصدير الأسلحة إلى حلفائها وإلى أذرعها في المنطقة الأسلحة الإيرانية موجودة في كل المناطق التي لإيران نفوذ فيها نتحدث عن سوريا عن اليمن عن العراق إلى آخره وبالتالي هناك ثغرات كثيرة في هذه المسألة حتى لو تم تمديد هذا الحضر ما رأيك في ذلك؟ هذا صحيح جدا لأنه في العام 2014 السلاح الإيراني الذي ذهب إلى العراق والمسؤولين الإيرانيين يقولون بأن هناك سلاح إيراني ذهب إلى شمال العراق أو إلى العراق عند تمدد داعش إلى داخل الحدود العراقية وحتى إلى سوريا أيضا القرار 22-31 والمشكلة القائمة حاليا والولايات المتحدة التي تريد أن تمدد حضر السلاح على إيران هو ليس في تصدير السلاح الإيراني وإنما في توريد السلاح الإيراني الآن إيران تريد أن تستورد السلاح بعد العام بعد أكتوبر 2020 هذه هي النقطة المهمة التي وردت في القرار 22-31 وليس أن القرار 22-31 لا يمنع إيران من تصدير السلاح هذه نقطة نقطة ثانية أن إيران عندما نقلت سلاحا إلى العراق سواء كان إلى كردستان العراق أو إلى بغداد هي لمواجهة داعش التي كانت تنسجم مع التطلعات الأمريكية والتحالف الدولي الذي أنشئ من أجل مواجهة الحركات الإرهابية سواء كان في سوريا أو في العراق وبالتالي إيران تعتقد هذا تفسيرا إيران تعتقد بأنها لم تخترب نعم في اليمن لا يوجد داعش أسلحة إيرانية موجودة في اليمن نعم هذا صحيح يعني إيران تقول يعني دائما إيران تقول تقول بأنها لم ترسل لحد الآن أي سلاح أو صواريخ وهي تقول أيضا بأن الصاروخ ليس علبة شوكولاتة أو علك صغير ويمكن تهريبة إلى اليمن وهي تقول أيضا بأنه لحد الآن لا توجد هناك أدلة ووثائق رسمية تدل على أن إيران نقلت صواريخ ما تم إعلانه سواء كان من السعودية أو من التحالف العربي هي تقول بأن بقايا شضايا الصواريخ التي سقطت في السعودية أو في أماكن أخرى كانت تحمل بصمات إيرانية لكن لا توجد هناك أدلة ولم تأثر على أي سفينة نقلت صواريخ إيرانية إلى اليمن وهذه الرواية الإيرانية التي تقول بأنها لم تصدر سلاحا إلى اليمن لم تشترك أو لم تتواجد عسكرية من الذي طور هذه الأسلحة هذه الصواريخ وهذه المسيرات هذه الدرونز الطائرات بدون طيار واضح أن الجماعة الحوثية ليس لها القدرة لا المالية ولا التقنية على تطوير مثل هذا السلاح في كل حال سيصدر القرار قريبا كما قال السيد براين هوك القرار الأممي حول اليمن وربما يتضمن بعض هذه المعلومات دعنا نشرك معنا من واشنطن الكاتب والباحث السياسي إيهاب عباس مساء الخير أستاذ إيهاب مرحبا بك معنا من جديد في غرفة الأخبار نتحدث عن إمكانية تمديد أو عدم تمديد الحظر المفروض على السلاح إلى إيران في شهر أكتوبر القادم واشنطن تدفع بشكل حثيث في هذا الاتجاه إلى أي مدى ستنجح في ذلك أهلا بحضرتك وأهلا بضيفك أستاذ محمد صالح صدقية من تهران وأهلا بكل المشاهدين طبعا واشنطن تريد أن تحقق النجاح في هذا الأمر خاصة الرئيس دونالد ترامب يعني الآن يبقي نوعا ما كما يقولون لا يقوم بالضغط كثيرا على إيران بشكل واضح حتى في تصريحاته وتغريداته التي يطلقها بشكل مستمر ولكن ما زال يحاول أن يحقق إنجازات في إطار منع إيران أنا خارج نقاشنا عن حضر السلاح لماذا برأيك الرئيس ترامب يعني يبقي على هذا اللو بروفايل الذي أشرت إليه إزاءة طهران ما مصلحته في ذلك؟ يعني هو مصلحته في ذلك في الواقع أن يخفف من الاعتراضات التي تأتيه من كثير من الجهات وخاصة أو تحديدا الديمقراطيين هو لا يريد أن يدخل مع الديمقراطيين في سجالات يعطي لهم من خلالها فرصة كي يقدمونها في دعاياتهم للناخبين الأمريكيين بأن الرئيس دونالد ترامب لم يلتزم مثلا بالقوانين الدولية لا يريد أن يكمل اتفاق خمسة زائد واحد هو يريد أن يدخل بأمريكا في حرب جديدة مع إيران من هذه الأمور التي من الممكن أن يستغلها الديمقراطيين في دعاياتهم الانتخابية السلبية تجاه الرئيس دونالد ترامب وأفكاره لذلك هو يحاول أن يبقي هذا الأمر نوعا مخفيا طبعا لن يكون مخفيا ولكن على الأقل لا يحاول أن يظهر العداء الشديد الذي كان يظهره الشهور الماضية وهذا شيء واضح بالتحديد إلى هذه الفترة حتى تغريداته ضد إيران اختفت تماما تقريبا نعود إلى مسألة حضر السلاح وإمكانية تمرير ذلك في مجلس الأمن إلى أي مدى واشنطن تعول على أن هناك احتمالية لإعادة فرض الحضر على إيران أعتقد واشنطن حتى الآن نجحت بشكل كبير في تغيير بوصلة دول الاتحاد الأوروبي تحديدا التي كانت تمتعد نوعا ما من خروج الولايات المتحدة من اتفاق النووي مع إيران نجحت في تغيير أو إدارة ترامب نجحت في تغيير هذه البوصلة من الوقوف بجانب الموقف الإيراني إلى الوقوف مع وجهة النظر والرؤية الأمريكية في وجوب توقيع اتفاق نووي جديد مع تهران وأيضا في وجوب استمرار الحذر واستمرار العقوبات الاقتصادية إذا لم ينتزم النظام الإيراني في تهران بالمطالبات الأمريكية والرغبات في اتفاق نووي جديد والذي من شأنه أيضا هذا الاتفاق النووي الجديد أن يتضمن بنود تحدد بشكل كبير وواضح أن إيران يجب عليها أن تنتزم بوقف اعتداءاتها على دول الخليج ووقف دعمها للإرهاب وتدخل في شؤون دول الجوار هذه الأمور التي كان قد شدد عليها قبل ذلك وزير الخارجية الإماراتي وشددت عليها أيضا السعودية وأعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية تعضعها في الحسبان في أي اتفاق نووي جديد طيب أعود إليك دكتور صدقيان في طهران إلى أي مدى واشنطن نجحت بالفعل كما أشار الأستاذ إيهاب إلى حجد هذا التأييد تأييد أوروبي نتحدث عن دول أساسية فرنسا ألمانيا بريطانيا وربما دول أخرى فيما يتعلق بهذه المسألة يعني هذا السؤال في غاية الأهمية وبالتالي جوهر الأمر يعني جوهر هذه العقوبات وكل هذه المناكفات بين واشنطن وطهران هو للإجابة على هذا السؤال هل نجحت الولايات المتحدة في إرغام إيران على تحقيق الشروط الأمريكية أنا أعتقد بأن هذا ليس هو المسار الذي يستطيع أن يحقق ما تريده الولايات المتحدة نحن رأينا قبل العام 2015 هناك كانت عقوبات اقتصادية وهناك كانت الكثير من العقوبات ليس على النفط وإنما على قضايا متعددة على إيران وبالتالي عندما جلسوا إيران مع مجموعة خمسة زائد واحد على طاولة مفاوضات وكانت هذه المفاوضات كما يقول الإيرانيون حتى أعضاء مجموعة خمسة زائد واحد على أساس رابح رابح لأن الجميع الذين كانوا يجلسون على الطاولة شعروا بربح وبالتالي توصلوا إلى نتائج مرضية للجانبين للجانب الإيراني وللجانب الغربي حتى بعض الأطراف التي تؤيد الخمسة زائد واحد الآن لا تمانع بل تطالب بعضها في إعادة التفاوض في إدراج بنود جديدة تتعلق بالبرنامج الباليستي تتعلق بالتدخلات وزعزعة الاستقرار في المنطقة وبالتالي حتى الدول التي أيدت اتفاق الخمسة زائد واحد الآن تريد إعادة التفاوض على هذه المسألة هذا صحيح جدا إيران هم تعتقد ذلك يعني لا تمانع من إعادة التفاوض لكن عندما انسحبت الولايات المتحدة من خمسة زائد واحد هي وضعت نفسها ووضعت إيران ووضعت بقية مجموعة خمسة زائد واحد في زاوية حرجة الآن الولايات المتحدة يبدو لي بأن هذا الثلاثي المكون من براين هوك وجون بولتن ومايك بومبيا هذا الثلاثي هو الذي أراد أو اعتقد بأن العقوبات الاقتصادية بولتن غادر وكتب كتاب ضد الرئيس ترامب نعم هذا أحد أضلاع المثلث غادر طرد من البيت الأبيض وبالتالي هؤلاء شعروا بأن فرض المزيد من العقوبات على إيران سوف يجعل إيران ترفع الرايا البيضاء هذا لم يحدث وأنا لا أعتقد يعني من خلال متابعتي للشين الإيراني لا أعتقد بأن إيران مستعدة لأن ترفع الرايا البيضاء أمام هذه الضغوط طيب في عندنا دقيقة إذا سرعتني دكتور صدقيان خلينا أعطيها للأستاذ إهاب التفكير الوحيد هو الجلوس على هذه الطاولة مرة أخرى أستاذ إهاب إذن كما يقول للدكتور صدقيان إيران لن ترفع الرايا البيضاء ما الذي ستفعل واشنطن في حال لم يتم تمديد الحظر في أكتوبر باختصار أنا أعتقد أن هناك سيناريو هنا السيناريو الأول يتعلق باحتمالية فرض الحظر وهذا سيكون نجاح لإدارة الرئيس دونالد ترامب ولكن بعد الانتخابات الأمريكية القادمة سيكون لدينا سيناريو إما ببقاء الرئيس دونالد ترامب في المكتب البيضاوي أو وجود الرئيس الجديد الديمقراطي ربما جو بايدن وبالتالي جو بايدن التوجهاته ناحية إيران معروفة بأن الرجل ربما سيعيد الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي الجديد وربما يسعى لتغيير مسألة فرض حظر الأسلحة على إيران السيناريو الآخر هو نجاح الرئيس في فرض الحظر ونجاحه في المكتب البيضاوي ونجاحه بعد ذلك في الاستمرار في تضييق الخناق على إيران اقتصاديا وسياسيا وربما عسكريا إذا طرد شكرا جزيلا لك الأستاذ إيهاب عباس الكاتب والباحث السياسي كان معنا من واشنطن وأشكر ضيفنا من طهران الدكتور محمد صالح سبقيان الخبير في الشؤون الإيراني شكرا لكم موعدنا يتجدد غدا في غرفة الأخبار إلى اللقاء